ياه يا مصطفى يا ابني حظك يا ابني ان انا بشتغل شغالة وتعيش كده فقير زي هتشتغل ايه يعني لما تكبر تشتغل في البيوت ولا تشتغل بواب ولا تشتغل ايه بس انا عندي خطة حلوة قوي تعيش بيها اسعد انسان في الدنيا وتبقى غني قوي وتتعلم وتلبس يبقى عندك احسن عربية واحسن فيلا الخطة دي لو نجحت يا مصطفى يبقى ايه يا سعدك وهناك انت جعت تعالى بقى ام اعمل لك اللبن ونيمك ونمنة كمان انا عندي الصبح شغل كتير جدا اهم حاجة ان هما ما يعرفوا شكلك لحد دلوقتي احمد يا احمد صباح الخير يلا امينة حضرت الفطار هتتأخر على الشغل يلا حاضر حاضر يا فريدة اموره بحاجة تانية سبت فريدة لا شكرا يا امينة فريدة اعمليلي فنجان اهوة عاضر يا احمد بيه ابنك عامل ايه دلوقتي يا امينة ده لسه بيبي مولود خدي بالك منه وما تسيبهوش يعيط كتير طبعا يا سنت فريدة مش بسيبه يعيط انا بخلط شغلي ودائما بعمله اللبن ده لسه بيبي ماكملش اسبوعين انا طلبة منك يا امينة ان انا لما اولد ما تتشغليش قوي عني انا برضو هبقى محتاجة ان انت تبقى مهتمة بي وبابني ما تقلقش يا سنت فريدة احنا متعودين على كده انا ممكن اخد بالي من عشر اولاد في وقت واحد واخد بالي من حضرتك ومن البيت ماشي يا امينة انا واثقة فيك كويس بس انت لحد الوقت يا امينة احنا ما شفناش ابنك شكله ايه مش المفروض تجي بيه توريهولنا اصلي يا ست هانم بيبقى على طول معظم الوقت نايم وبيعاية وانا بصراحة مش عايز اعمل لحضرتك ازعاج بعد اذنكم بقى ما روح اعمل القهوة يلا انا هروح الشركة بقى لو في اي حاجة فريدة كلميني ماشي يا احمد مع السلامة سلام عليكم امينة اعمل لي يا عصير فراولة حاضر يا ست فريدة امينة الحيني يا امينة انا تعبان اقوي شكلي هولد يا امينة ما تولد الحمد لله اهدي فرصتي بقى عشان اعمل اللي في دماغي يا رب تولد ولد يا امينة الحيني يا امينة حاضر حاضر يا ست فريدة جاي اهو اتسلب احمد بيه بسرعة يخليه جيلنا على المستشفى حاضر الحمد لله يا مصطفى خلاص فريدة هانم هتولد يا رب تجيب ولد اما لو جابت ولد يا مصطفى هيبقى حصدك حلوة قوي عياتك هتتبدل من ابن الشغالة لابن الهانم يلا بينا بقى بسرعة علي يا مصطفى بقى من نايمك في اي قوضة من بتوع المستشفى دول لحد ما ست فريدة تولد الو ايوة يا احمد بيه ايوة يا امينة خير في حاجة فريدة هانم بتولد يا احمد بيه تعالينا على المستشفى بسرعة حاضر جاي حالا قم دلله على سلامتك يا ست فريدة هي نايمة دلوقتي وان شاء الله هتفوق كمان شوية متشكرين يا دكتور طيب فين والد الطفل مانا كلمت احمد بيه وجاي دلوقتي في الطريق حالا طيب احنا هناخد البيبي نحطه في غرفة الاطفال دلوقتي علما باباه ييجي ويستلموا ماشي يا دكتور مانا هفضل جنبها هي دلوقتي نايمة ومش حاسة بحاجة اما روح بسرعة ابدل الولاد يلا يا مصطفى بسرعة تعالي اما بدلك يا ابني قبل ما حد ياخد باله يا يا مصطفى ده انت هتعيش ايه عيشة فل من دلوقتي هتبقى ابن الاغنية اما اخد الوقت ده بقى وربيه هنا كأنه هو ابني الحمد لله على سلامتك يا فريدة الله يسلمك يا احمد هاي دكتور طمني نقدر نخرج النهاردة ولا ايه ايوة 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 طيب فين ابننا موجود في غرفة الاطفال تعالي معي حضرتك عشان تستلموا ياه الحمد لله اخيرا شلت ابني هنسميه ايه بقى يا احمد ايه رأيك نسميه اياد اياد اسم جميل برضو بس غريبة ايوة يا فريدة الودة شكله كبير كده ليه ده اللي يشوف يقول مولود بقى له اسبوعين دايما انت كده بتحب تهزر طيب يلا بينا بقى عشان نرجع البيت الدكتور قال ان انت ممكن تخرجي انت بقى هتنام هنا متعيطش بقى وتقرفني انا عايزة دايما ناخد بالي من مصطفى ابني فهم مواء مواء احنا هنعيط من دلوقتي اما اعملك شوية لبن واطلع اشوف الود مصطفى ابني لازم ابقى جنبه عمد الله على السلامة يا ستة فريدة نورته البيت شكرا يا امينة امينة لو مش هتعرفي تاخدي بالك من اياد ومن ابنك في نفس الوقت انت ممكن تاخدي اجازة لحد ما ابنك يكبر شوية واحنا ممكن نشوف واحدة تانية تشتغل بدالك الفترة دي لا طبعا يا احمد بيه انا معنديش مشكلة انا هاخد بالي طبعا من اياد الصغير اه مش مهم ابني خالص المهم ستة فريدة واياد انا مش هأثر في الشغل ابدا ولا حاجة انا هاخد بالي منهم الاتنين واخد بالي من البيت كله ده نقدر اخد بالي من عيلة بحالها طيب خلاصي امينة مفيش مشكلة هل عايزيني امشي قال وابعد عن ابني لا طبعا انا مش ممكن اسيب مصطفى ابني ابدا يوه في الواد ابنهم بيعيط مش مشكلة اما خلص اللي وراي بانزل اشوفه ايه امينة انت سايبة ابنك بيعيط كل العياط ده ليه ما تعملي له لبن ولا اي حاجة اصلي يا احمد بيه انا قول تعمل اللبن لسقياد الى اول هو اهم برضو لا برضو بس ما تسيبيش ابنك يعيط كده عاضر مش هسيبه يعيط كده تاني هو انا اهم حاجة عندي سقياد سبع الخير يا بابا سبع الخير يا ماما اهلا ايات حبيبي انت جاهز عشان المدرسة ايوه ماما انا جاهز طيب يلا عشان اخذك في طريقة اوصلك اتفضل يا حبيبي عملت لك احلى سندويتشات متشكر يا دادة بس ممكن اسألك سؤالك انت ليه مش بتخلي مصطفى يروح المدرسة هيعمل ايه يا ابني بالتعليم اللي زينا ملوش تعليم يا حبيب ليه كده يا امينة المفروض كنت يتودين المدرسة مع اياد يتعلم ناصبنا كده بقى يا سبتهانم يا ماما انت ليه مش بتوديني المدرسة زي اياد يا ماما شايف اياد بيروح المدرسة وبيتعلم وانتي حبساني هنا جنبك كل مطلب حاجة تقوليلي لا ودائما تزعق لي وتضربيني ووديك المدرسة ليه فاكر نفسك هتطلع دكتور هتشتغل يعني ايه في ورشة عربيات ولا هتشتغل سباك ولا هتشتغل بواب ولا سواء يا ماما منقلك كده بس سيبيني يا ماما روح اتعلم وانت هتشوفيني دكتور ولا مهندس ولا حاجة كبيرة شايف يا ماما اياد بيروح المدرسة وبيذاكر انا نفسها بقى زيه انت حتى مش بتخلينا لعب معاه لما بيبقى عايز يلعب معايا ما بتردش وبتزعق لي وتحبسني في القوضة كده عشان هو احسن منك يا ماما ده انا ابنك المفروض تحبيني انت بتحب اياد اكتر مني وبتعمل له كل حاجة ده بينادي عليك بس بتطلعي تجري انا بقى لما بنادي عليك واقولك جعاني يا ماما ما بتسألش فيها خالص انت بتعمليني كده لي يا ماما هو انا مش ابنك يلا يا واد روح السوبر ماركت هات الخضار والطلبات بدل ما انا لاروح وما تتأخرش يوه حاضر حاضر هروح السوبر ماركت وبالمرة بقى تسأل اياد شوفوا لو عايز طلبات من هناك ولا حاجة تجيبها له عايز شوكولاتات ولا حلويات ولا حاجة حاضر يا ماما انا مش عارف والله هو مين فينا اللي ابنك انا ولا هو طبعا هو اللي ابني مصطفى هو انا بعمل كل ده ليه مش عشان هو يفضل عايش العيش الحلوة دي ويعيش مرتاح ومبسوط وما يبقاش فقير وما يتبهدلش ابدا ويبقى عنده عربية وفلوس ويشتغل شغل كويس لكن انت باه مش ابني انت ابن فريدة ازايك يا ست فريدة هاهلا يا مصطفى ازايك عايز اطلب من حضرتك طالب هتفضل يا مصطفى عايز ايه عايزك تقول الماما تعملني كويس وتقديني المدرسة وما تضربنيش دي كل شوية تضربني من غير سبب وتزعق لي معلش يا مصطفى ما تزعلش انا هتكلم معيها خد يا مصطفى الفلوس دي هاتلك حاجة حلوة من السوبر ماركت شوكولاتة ولا اي حاجة لا متشكر ما هي هتخدهم مني ومش هترضى تخلييني اشتري حاجة مش عايزهم بعد ازن حضرتك معقول تكون امينة بتعامل ابنها بالطريقة دي ازاي كده دي بتعامل اياد ابني احسن معاملة وبتخاف عليه جدا وبتعمله كل حاجة معقولة تكون بتعمل كده مع ابنها ازاي امينة يا امينة حاضر يا ست هاني مجاية ها ايه يا امينة اللي انا سمعتم المصطفى ده معقولة تكوني بتعملي ابنك بالاسوة دي ده انت بتعملي اياد كويس قوي كأنه ابنك واكتر كمان طبعا يا ست هاني ملازم اخد بالي من اياد هو انا بشتغل هنا عشان مين مش عشان اياد وعشان حضرتك وانا لو ما كنتش اخاف عليه وعمله كويس ما استهلش الفلوس اللي انا بخدها يا ست فريدة ده انتو افضلكم علي كتير لكن ابني بقى مش مشكلة احنا كده ولا كده متعودين عشاقة يا ست فريدة ما يهمناش طيب يا امينة انا بقولك من دلوقتي عملي كويس واهتم بي لان مصطفى ده غالي عندي جدا انت مش عارفة انا بحبه قدي ايه عندي احساس غريب كده بحبه زي ابني بالضبط هو مش بحبك تزع عليه هأنا من بكرة هقدم له اوراق في المدرسة عشان هو كمان يروح المدرسة مع اياد ابني مالوش لزوم يا ست فريدة هلأ طبعا لازم يتعلم افريدي لما يكبر حاب يطلع مهندس يطلع دكتور يا ست فريدة انا مش عايزاك تشغلي بالك انا عايزاك تهتمي باياد ابنك بس مفيش حاجة تشغلك عنه ربنا يخلهولك ما انت يا واد بتشتكيني للست فريدة بتقول لها ان بضربك وبعملك وحش طب والله الاوريك خلاص يا ماما مش هشتكي تاني لا هتتضارب خلاص يا ماما حرام عليك لا يا واد لازم تتربى خد اي حرام عليك يا ماما ارجوك يسيبني بقى مش ممكن دي تكون امي ما تيجي تلعب معايا بالعجلة يا مصطفى عارف يا إياد انا بطول عمري نفسي يبقى عندي عجلة بس ماما مش ردي تجبلي واحدة مش مشكلة تعال لعب معايا بالعجلة دي وانا هبقى قوللي ماما تجيبلك عجلة انت كمان بجد يا إياد هتقوللي ماما تريدة تجيبلي انا كمان عجلة ايوه ماما بتحبك وممكن تجيبلك العجلة بس ماما هتزعق علي ومش هتقدر تخليني ألعب معاك تعال اركب يلا متشكر قوي الله دي العجلة جميلة قوي انت يا ودي يا مصطفى مش انا قلتلك ما تلعبش بحاجة سئياد يا ماما هو اللي قال لي ألعب معايا ماما يا دا دا أمينة انا اللي قلتله يلعب معايا انا بلعب لوحدي ومليت وهو بصراحة بيسليني لا يا اياد يا حبيبي انا بخاف عليك يخبطك بالعجلة ولا حاجة لا ما تخفيش احنا بنلعب مع بعض يلا يا ودي يا مصطفى تعال سعيدني في تنظيف الجنينة ما تسبيه يلعب معايا يا دا دا أمينة لا يا حبيبي عندنا شغل ما ينفعش انت لعب وبسط وكمان النهاردة عامل لك الاكل اللي انت بتحبه شكر قوي يا دا دا أمينة انت ليه بتعملي كده ليه بتعمليني كده انا عملت ايه هو مش انا ابنك انا تعبت اشتغل يا ودي وانت ساكت نظف الجنينة كويس يا ماما ارجوك انا تعبت وجعاني يا ماما سبيني اطلع ااكل لا مش هتاكل غلما تخلص الجنينة وانا هشتغل لوحدي ولا ايه لا مش معقول مش معقول كده معقول تعمل ايه هدي الاكل اللي بتحبه وانا مش عايزاني ااكل ايه يا امينة انت كل شوية تزعائي المصطفى تزعائي المصطفى انا بجد كده هزعل منك خو بعدين انا قلتلك مصطفى دا انا بحبه زي ابني مش عارفة حسن ان هو زي ابني بالضبط عامليه كويس عامليه زي ما بتعملي اياد اياد مش ابنك وبتعمليه المعاملة وبالحنية دي مصطفى ابنك دا لازم يبقى اغلى حاجة عندك معقول انا بشوفك بتعمليه وحش قوي ليه كده بعد كده يا امينة لو لقيتك بتعمليه بالطريقة دي هتمشي من البيت خالص واسيبه هو عايش معي هنا مش معقولي اللي بتعمليه ده خلاص خلاص يا ستة فريدة هعمله كويس ما تقلقيش امشي من البيت ايه لا لا طيب خلاص ما سمعكيش بتزعاي معي تاني هو انا هديكي فلوس تشتري له كل اللي هو عايزه وانا عرفت ان هو عايز عجل يلعب بيها حضرتك تأمور يا ستة فريدة خلاص يا حبيبي انا بقيت جاهزة هو مش هرتأخر على حفلة التخرج بتاعتك لو بابا كان لسه عايش كان هيبقى سعيد قوي باللحظة دي ستة فريدة انا جاهزة ممكن يا سئياد تاخدوني معاكم حفلة التخرج عايزة تفرج عليك والله وانت بتاخد الشهادة نفس افرح بك يا سئياد شكرا يا دادة امينة خلاص يا امينة هناخدك معينا ربنا يخليك يا رب يا ستة فريدة كده يا امي تعملي فييا كده تحرميني من التعليه وتحرميني من كل حاجة ودلوقتي انت فرحانة باياد وريحة مع حفلة التخرج مش عارف يا امي اقراهك ولا حبك ولا اعمل ايه ظلمتيني وضيعتيني ماما يا ماما ايه ده ماما يا ماما فوق يا ماما يا دادة امينة خير يا دكتور ماما اخبرها ايه دكتور طميني فقدش حاضر متلقش تعال اتفضل معي ستة فريدة كده تعبانة وحالتها خطيرة شكلها كده ممكن تموت يا ريت بقى ونخلص والودي ابني يورس كل الفلوس دي يورس الفيلا والشركات والفلوس ووقتها بقى اعترف له بالحقيقة ان انا امه ان هو مصطفى ابني وعيشنا وهو في الفلوس دي كلها والغنى ده كله اما الودي ايهات بقى نترده برا البيت وما حدش يعرف عنه حاجة ايه والدكتور طالعه اما اسأل بقى مر يا دكتور طميني والله مش عارف اقول لكم ايه طميننا يا دكتور انا الان على ماما قوي بصراحة هي محتاجة عملية وعملية كبيرة كمان ايه ماما محتاجة عملية عملية ايه دكتور انا تحت امرك في اي حاجة اي فلوس كل حاجة هي محتاجة عملية زرع كده ولازم نلاقي متبرع يتبرع لها بالكلة لان حالتها صعبة ومتأخرة قوي المشكلة ان هي كانت مهملة في العلاج مش بتاخد العلاج وللأسف حالتها الضهورت يا خبر متبرع للدرجات دي حالتها خطيرة طيب ربنا يسطر بقى ونلاقي حد يتبرع لها اصي الحاجات دي صعبة قوي ومش بنلاقها بالسهل ابتدي في الاجراءات يا دكتور انا هتبرع لماما بالكلة بتاعتي ايه لا يا سقياد غلط خطر عليك انت عايش تموت ولا ايه مش مهم حياتي خالص المهم ماما تعيش وتبقى كويسة لا 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 انا مش موافقة خالص يا سقياد ابتدي يا دكتور حضرتك اعمل الاجراءات والتحاليل اللازمة لا يا ابني ما تعملش كده انا دور لها على ايه متبرع تاني ايه حد يا حبيبي فيه ناس ممكن تاخد فلوس وتتبرع لها لا محدش يحب ماما اكتر مني انا خايف عليها لازم اتبرع لها انا هتبرع لها بكل حياتي طميني يا اياد ماما فريدة عاملة ايه ماما فريدة تعبانة اوي يا مصطفى ايوة يا مصطفى تعبانة اوي ومحتاجة متبرع اتبرع لها انت يا مصطفى دي ماما فريدة طيبة وكانت بتحبك اوي زي ابنها اما ادخل اتطمن على ماما ما تتبرع لها انت يا مصطفى يا ابني اصل اياد عايز يتبرع لها وانا بصراحة خايف عليه يا ماما انا مش فاهمك يا ماما يعني ابنها وعايز يتبرع لها انا مالي انت مالك ما انت مش عارف حاجة بتقولي حاجة يا ماما لا ما بقولش حاجة ربنا يسطر انا مش ممكن اسكت على كده ابدا انا مش فاهم هي امي ولا ام اياد هي المفروض تخاف علي ولا تخاف على اياد انا ما بقتش فاهمها الست دي وبعدين هعمل ليه في المصيبة دي ده العملية دي خطر جدا ده الواد مصطفى لو اتبرع لها بالكلام ممكن يموت ودي عملية خطيرة قوي بقى انا بخطط كل السنين دي وفي الاخر عايز تروح مني انا مش ممكن اسكت انا هعترف بالحقيقة هنقذ ابني مش مهم اي حاجة وانا هستفيد ايه بالفلا والفلوس لما يموت الف سلام عليك يا ماما ان شاء الله هتخفي وتبقي كويسة اياد اياد يا حبيبي انا مش عايزك تعمل العملية دي انا مش محتاجة عملية خالص انا ان شاء الله هخفي وابقى كويسة الف سلام عليك يا ماما فريدة متشكرة يا مصطفى خلاص يا ماما مفيش وقت انا اتكلمت مع الدكتور واتفقت معي العملية هتبقى بكرة الصبح لا يا اياد انا قلتلك لا خلاص يا ماما مفيش كلام انا ههم حاجة عندي تبقي انت كويسة وتخفي وان شاء الله انا هبقى كويس برضو يا ماما انا هتديكي واحدة وهيبقى عندي واحدة يا حبيبي يا ابني يا ربنا يخليك لي ست فريدة ست فريدة عايزة اقولك حاجة خير يا داد عايزة ايه اياد مش ابنك ايه ايه اللي انت بتقولي ده انت بتقولي ايه مصطفى هو لابنك ايه الكلام اللي انت بتقولي ده يا دادة امينة انت انت يا اياد مصطفى ابني انت ابني لكن ده هو اياد ابنك انا مش فاهمة حاجة هتكلمي يا امينة هتكلمي ايه اللي انت بتقولي ده يا ماما انا اياد هو اياد هو مصطفى ازاي انا هقول الحقيقة وهقول كل حاجة انت لما ولدتي انا بدلت الولاد خليت ابني مكان ابني عشان هو اللي يعيش في الفيلا ويعيش في الفلوس دي كلها ولما تموتوا هو اللي يورسكم ويبقى غني وما يتبهدلش وهو اللي يورس كل حاجة لكن ابنكم هو اللي ياخد مكان ابني ويعيش معايا ابني الشغالة سامحوني أنا دلوقتي اعترفت عشان عايزة أنقذ مصطفى ابني لو اتبرعلك بالعملية ممكن يموت اللي انت بتقولي ده ومتخيل أن أنا ممكن أسامحك عشان كده كنت بتعمليني المعاملة دي بتبهدليني وبتضربيني عشان أنا مش ابنك وبتنتقمي مني ليه أنا عملت فيك ايه سامحني سامحوني سامحك أنت لازم تدخل السجن أنا هبلغ الشرطة أنا مش مصدق نفسي أنا مش مصدق نفسي أنت مكانك السجن منك لله ضيعتي ابني ليه تحرميني من ابني ايه كل الشر اللي جواكي ده معقول أنت قياد ابني أنا مش مصدق نفسي يا ماما أنا كأني بحلم أنا يا ماما اللي هتبرعلك بالعملية لا أنا اللي هعمل للعملية يلا غربة العمليات جاهزة هقضي عمري كله في السجن يا خسار أنا اللي ضيعتك يا ابني وضيعت نفسي هادي أخرة الطمع أنا متشكرة قوي يا مصطفى بجد من غيرك مش عارفة كنت هخف إزاي وبقى كويسة عمد الله على سلامتك يا ماما فريدة بعد إذن حضرتك أنا همشي بقى إيه اللي انت بتقوله ده انت مش ممكن تمشي من هنا أبدا كفاية أن انت اللي اتبرعتلي عشان العملية وبعدين انت طول عمرك ابني عايز تمشي وتسيبني عايشت معايا وانت صغير وكبرت معايا ايه يا مصطفى انت عايز تمشي ولا ايه لأ طبعا انت أخويا وإحنا أخوات وطول عمرنا بنلعب مع بعض وطول عمرنا بنحب بعض أكتر من الإخوات مصطفى مش عايز اسمعك تتكلم في الكلام ده تاني وشغلك في الشركة وكل حاجة زي ما هي بالضبط أنا بدل ما عندي ولد بقى عندي ولدين انت مش مبسوطين لكده ولا ايه ده أنا فرحانة جدا أما أمينة فخلاص هي خسرت كل حاجة ودخلت السجن هتعيش عمرها كله هناك أنا بجد مش قادرة سامحها على عملته ولا انا يا مصطفى مش قادرة سامحها انت مش متخيل كانت بتعملني معاملة سودا كل حاجة هتتنسي وان شاء الله هنبتدي حياتنا من أول وجديد